النمسا تغلق من مراكز ايواء في عدة مناطق تسجيل ادنى عدد لطلبات اللجوء منذ 2020 ويمكن قلنا في مدن الخبر ان الطلبات تروحت بين 1074 طلب بعد ما كانت او اللي تم الى الان 16949 طلب تم الموافق عليهم وكان الـ 12000 منهم في عملية لجوء مباشر مع كمية المطالبة من الاحزاب السياسية بيمكن مش يعني حزب الحرية بيسعى ان الرقم ده الـ 1700 ما يكونش موجود نعم نعم صحيح يعني انا بصراحة انهي الفكرة الخبر يعني يحدث نمسا تغلق مراكز يواء في عدة مناطق بعد تسجيل يعني ادنى عدد طلبات للجوء منذ عام 2020 فبالتالي يعني حزب الشعب الشيء اللي عم بينادي فيه والشيء وفعلا دائما بيحكي عليه هو فعليا ادر يحققه وفعليا النمسا ادرت يعني شبه تنهي تنهي اعداد اللاجئين الجدد اليها فبالتالي فبالتالي يعني نحن فعلا نرى ان النمسا لم تعد بلد لجوء الارقام الكبيرة ما عدت موجودة هذا الموضوع شبه انتهى زيادة الرفض زيادة الرفض تصعيب لم الشمل اقامات سنوية فعليا ما في لم الشمل بالتالي تضييق على اللاجئين خاصة بعض الحكومة الجديدة هلأ رح يصير يعني حيصير فيه تقنية بالمساعدات الاجتماعية اجبار اللاجئين على العمل الالزامي ببعض المواقف الزامة بالاقامة بالاماكن اللي بياخدوا فيها لجوء يعني نحن فعليا مقبلين على تغييرات يعني اعتقد اعتقد ان سنة 24 و25 ستكون هي فعليا السنوات الصفرية لطالبي اللجوء يعني خاصة اذا بنحكي 25 الى 26